مجموعة ميتا تعلن عن تسريح أزيد من 11 ألف من موظفيها عدد يمثل 13% من القوى العاملة بها مما يؤكد إمكانية الثأثير السلبي على مختبرات أبحاثها وتطبيقاتها الرئيسية إنستغرام وفيسبوك وواتساب مارك زيكربرغ أخبر موظفيه بتوقعه لاستمرار التفرة في التجارة الإلكترونية والنشاط عبر الإنترنت خلال جائحة كوفيد-19 موضحا أنه أخطأ في تقديره ويتحمل مسؤولية ذلك كما عبر عن أسفه بشكل خاص لكل من تأثر بهذا القرار التدخم وارتفاع أسعار الفائدة جعل مجال التكنولوجيا يعيش حاليا ركودا غير مسبوق ففي ظل هذا الوضع انخفضت أرباح ميتا إلى أربع مليار دولار فاصل أربعة في الربع الماضي من العام الجاري أي بتراجع قدره 52% على أساس سنوي ترجمة نانسي قنقر